صارنا سنة عام نجرب نساعد أهلنا بغزة ساعدنا أهلنا بالمغرب لما صارت عندهم هزة ساعدنا أهلنا بسوريا لما صارت عندهم كمان هزة ساعدنا كمان بمصر، بتونس لما كانت الكوفيد بالجزائر فهلأ على أنه نحن لبنانيين فتسأبت أنه جمعنا بعض ولأنه فيت حاجة أنه فرنسا دولة وباريز عاصمة مهمة بالعالم الأوروبي لأنه كمان نتظاهر ونضغط على الحكومة الفرنسية لإيقاف هالمجزر اللي عم بتصير سواء في لبنان أو بغزة ولنساعد أهلنا بس اليوم الشعور طبعا مختلف اليوم الموضوع صعق يعني اللي عم قد تحس حالك عم تساعد حالك الموضوع بيختلف بس أكيد نحن بنضامن مع كل أهلنا المظلومين والمستضعفين بكل العالم كل شخص بيحس بإنسانيته اللي عم يتعرض لإله لبنان اليوم هي وغزة طبعا غزة قبل لبنان ولبنان لاحقا لإبادة لطاغوت لظلم ما بعضه ظلم فعم نحاول نحن بالحد الأدنى نكون فعالين نحن لأنه المغترب يساهم بالداخل لأنه نحن صحيح أجلساتنا هون بس أروحنا بلبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر